بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء اهلا ومرحبا بكم في شابتر 3 بارت 3 افكت اوف كومبريشن رينفورسمنت مازلنا بنتكلم على تأثير الكومبريشن رينفورسمنت ليه بنستخدم كومبريشن رينفورسمنت في القطاع على اساس ان احنا عارفين دايما ان منطقة الضغط انا محتاج الخرصانة هي لتقاوم الكومبريشن فورس لان الخرصانة الخاصية الاساسية بتاعتها مقاومة ضغط وفي منطقة الشد اللي عندي انا بحتاج حديد التسليح علشان يقاوم التنشن فورس لان الخرصانة مادة بريتل يعني ما تقدرش يتقاوم التنشن وبالتالي المنطقة المعرضة للشد احنا تعودنا نحمل الخرصانة فيها طب تعال نشوف انا عندي قطاعين عمد سيكشن 1 سيكشن 2 سيكشن 1 دوت فيه اريا ستيل يعني في التنشن صايد بس هنا سيكشن 2 عندي اريا ستيل يعني فيه ستيل موجود فيه رينفورس موجود في التنشن صايد وعندي اريا ستيل داش اللي هي الكمبريشن رينفورس منت اللي موجود فيه الكمبريشن صايد طب ده توزيع اللي سترين في الحالتين في الحالة الاولى اللي هو الحالة الداش داين والحالة التانية الحالة التانية اللي هي تعتبر دابل رينفورس منت عندي تسليح في التنشن وفي الكمبريشن باللاحظ ايه ادي اللي سترين في الحالة الاولى في حالة السينجر رينفورس منت دا اللي سترين في الحالة التانية الحالة اللي هي بتاعت الدابل رينفورس منت الكلام دا معنى ايه ان اللي سترين في الستيل بيزيد في الحالة التانية في الحالة اللي فيها الدابل رينفورس منت وده شيء مهم جدا ان انا عايز كمية اللي سترين اللي تحصل في الحديد تبقى عالية عشان لما يحصل الفلير الفلير يحصل في الحديد قبل ما يحصل فيه الكمبريشن طيب الملاحظة التانية السي سواء وان او السي تو السي وان بتعبر عن الدبس بتاع نيوترال اكسز ده نيوترال اكسز سي تو هو الدبس بتاع نيوترال اكسز في الحالة التانية باللاحظ ايه ان نيوترال اكسز بيحصل له شفت لا اعلى في حالة استخدام الريينفورس منت كومبريشن ليه لان في الحالة دي تكمية الخرصانة اللي انا محتاجها عشان تقاوم الكمبريشن بتقل ليه علشان في حديد تسليح في منطقة الكمبريشن يبقى السي تو اقل من السي وان والابسلون او الحديد بيحصل له سترين اكتر في الحالة التانية منه في الحالة الاولى طيب لما بنيجي ندرس الاكوليبران في الحالتين في حالة السيكشن الاولاني والسيكشن التاني السيكشن الاولاني نفكركم به اللي هو السينجل السيكشن التو اللي هو الدبل التنشن فورس هي عبارة عن الاريا ستيل في اي اف اس اللي هو الاسترس الموجود في الستيل طيب التنشن فورس بتساوي الكومبريشن فورس بس الكومبريشن فورس في الحالة دي تنتجه عن مين؟ نتجه عن الكونكريت اللي هي المعادلة اللي تعودنا ازاي نحسب بيها الكومبريشن فورس من المعادلة دي تقدر تحسب سي وان طيب السيكشن التاني التنشن فورس هي عبارة عن الاريا ستيل في اف اس وحقلي بالك احنا بنقول اف اس على اساس ان الحديد ما وصلش لمرحلة الييل طيب التنشن فورس هي عبارة عن الاريا ستيل في اي اف اس اللي هي عبارة عن الكومبريشن اللي جاي من الكونكريت والكومبريشن اللي جاي من الستيل لو عوضنا بقيمة كل قوة عندي وفي الاخر نقدر نحسب السي تو من المعادلة اللي احنا شايفينها دي وزي ما قلنا في الرسمة اللي فاتت ان السي تو هتبقى اقل من السي وان اللحظ هنا ان المقام واحد في الحالتين لكن البسط هنا اريا ستيل اف اس هنا اريا ستيل اف اس مينوس اريا ستيل داش في اف اس داش وبالتالي قيمة نيوترال اكسز عندك بترتفع لفوق بمعنى ان السي تو بتبقى اقل من السي وان والكلام ده معنى ايه ان احنا محتاجين خرصانة اقل في حالة السيكشن اللي فيه كومبريشن رينفورسمنت ترجمة نانسي قنقر